استكمالا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة الى الاشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز ازمتها الحالية اقلعت طائرة النقل العسكرية الثالثة والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة تضمنت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية الى جمهورية لبنان الشقيقة اشتركوا في القناة ركن الياس جبر الشكرة والتقدير للقيادة المصرية والتي دائما ما تقف الى جوار الدول العالم فيما تمر به من كوارث وازمات باسم العماد قائد الجيش بحب تشكر دولة مصر الشقيقة على المساعدة السريعة والقيمة اللي عم تقدمنا اياها نحن معاودين على الدولة المصرية على تهد دغريل لنجدتنا بالكوارث ونجدت الاشقاء كلهم سواه منتشكر فخيمة الرئيس السيسي منتشكر الشعب المصري كما اعرب رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللبنانية لواء الركن محمد خير عن عميق شكره وامتنانه للجهود المصرية الكبيرة والمستمرة والوقوف بجانب الشعب اللبناني في محنته الحالية وهي دليل على تاريخ العلاقات اللبنانية المصرية اللي في فترة تاريخ الحياة الكارثة اللي وقعت على لبنان وعلى مدينة بيروت في صراحة لا تقدر بعتمان خاصة الوقوف الشعب المصري والدولة المصرية الى جانب المتضرين والى جانب الشعب البناني والى جانب الدولة هذا دليل خير وعافي للعلاقات اللبنانية المصرية يأتي ذلك الجسر الجوي تأكيدا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الانسانية الاقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة ابناء الشعب اللبناني